أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس بعنوان الطرح بالعد التنازلي لمادة الرياضيات للصف أول ابتدائي فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم إيجاد ناتج الطرح بالعد التنازلي فهيا بنا للنشاط التالي أطرح بالعد التنازلي إذا كان يا أبطال لدي جملة الطرح التالية ستة ناقص اثنان يساوي ونريد أن نوجد ناتج هذه الجملة باستخدام العد التنازلي ماذا يسمى العدد الأول في جملة الطرح العفقية يا أبطال أحسنتم يسمى الكل إذن الستة يا أبطال تمثل الكل ولإيجاد ناتج هذه الجملة يا أبطال بالعد التنازلي أبدأ بالعد بستة ثم أعد مرتين تنازليا إذن يا أبطال أكتب في الفراغ الأول الكل أبدأ بالعد بستة أكتب في الفراغ الأول الكل ثم أعد مرتين تنازليا أستخدم المكعبات يا أبطال في حل هذه الجملة لدي الآن الكل وهو عبارة عن ستة إذن لدي ستة مكعبات يا أبطال ونريد أن نوجد ناتج جملة الطرح هذه باستخدام المكعبات والعد التنازلي أحسنتم ماذا نكتب في الفراغ الأول يا أبطال ممتازين نكتب الكل إذن الكل لدي ستة أحسنتم والآن سنعد تنازليا مرتين المرة الأولى نكتب الناتج بهذا الفراغ والمرة الثانية نكتب الناتج بهذا الفراغ نستبعد مكعب يا أبطال كم يصبح الناتج أحسنتم خمسة ونعد تنازليا مرة أخرى يا أبطال ونستبعد مكعب آخر كم يصبح الناتج أحسنتم أربعة إذن يا أبطال نكتب في الفراغ الأول الكل ثم نستبعد المكعبات ونعد تنازليا حتى نصل إلى الناتج المطلوب إذن ناتج جملة الطرح ستة ناقص اثنان كم يساوي يا أبطال ممتازين يساوي أربعة ننتقل للمثال الأول أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح ثمانية ناقص ثلاثة يساوي الآن يا أبطال كم يمثل الكل في هذه الجملة؟ أحسنتم الكل ثمانية إذن نستخدم ثمانية مكعبات لإيجاد ناتج هذه الجملة لدي الآن يا أبطال ثمانية مكعبات وسنعد تنازليا كم مرة يا أبطال؟ أحسنتم ثلاث مرات نكتب في الفراغ الأول يا أبطال الكل أحسنتم ثم نعد تنازليا حتى نصل إلى الناتج إذن الكل يا أبطال ثمانية ممتازين الآن نستبعد مكعب يا أبطال ونعد تنازليا مرة واحدة كم عدد المكعبات الآن؟ أحسنتم سبعة نعد تنازليا مرة ثانية ونستبعد مكعب آخر كم أصبح الناتج الآن يا أبطال؟ ستة ممتازين ونعد تنازليا للمرة الثالثة باستبعاد مكعب آخر كم الناتج الآن؟ أحسنتم خمسة إذن ناتج جملة الطرح ثمانية ناقص ثلاثة كم يساوي؟ ممتازين يساوي خمسة ننتقل للتدريب الأول أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية سبعة ناقص واحد يساوي الكل كم يمثل يا أبطال؟ سبعة أحسنتم ناقص واحد الآن سنستخدم المكعبات لإيجاد ناتج الطرح وسنعد تنازليا ونبدأ بالفراغ الأول بماذا؟ أحسنتم نبدأ بالكل والكل يمثل سبعة أحسنتم نعد تنازليا مرة واحدة فقط ونستبعد مكعب واحد كم عدد المكعبات الباقية؟ ممتازين ستة إذن ناتج الطرح يا أبطال يساوي ستة سبعة ناقص واحد كم يساوي؟ يساوي ستة أحسنتم ننتقل للتدريب الثاني أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية أربعة ناقص اثنان يساوي الآن الكل كم يمثل يا أبطال؟ يمثل أربعة إذن نستخدم المكعبات يا أبطال ونعد تنازليا لإيجاد ناتج الطرح بماذا نبدأ يا أبطال؟ نبدأ بالكل والكل عبارة عن أربعة أحسنتم نعد تنازليا مرة واحدة باستبعاد مكعب واحد كم عدد المكعبات الباقية؟ ثلاثة أحسنتم إذن الكل أربعة نطرح منها واحد تصبح ثلاثة نعد تنازليا لمرة ثانية ونستبعد مكعب ثاني ممتازين كم المتبقية أبطال؟ اثنان أحسنتم إذن أربعة ناقص اثنان كم يساوي؟ يساوي اثنان ننتقل للتدريب الثالث أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية أربعة ناقص ثلاثة يساوي الكل عبارة عن كم يا أبطال؟ عبارة عن أربعة أحسنتم نستخدم المكعبات ونعد تنازليا ونجد ناتج الطرح ماذا نكتب في الفراغ الأول؟ ممتازين نكتب الكل والكل عبارة عن أربعة أحسنتم والآن نعد تنازليا للمرة الأولى ونستبعد مكعب واحد كم المتبقي الآن؟ أحسنتم ثلاثة نعد تنازليا للمرة الثانية ونستبعد مكعب ثانية أبطال كم الناتج؟ أحسنتم اثنان نعد تنازليا للمرة الثالثة ونستبعد مكعب ثالث كم المتبقي يا أبطال؟ أحسنتم المتبقي واحد إذن ناتج طرح جملة الطرح أربعة ناقص ثلاثة يساوي كم يا أبطال؟ يساوي واحد أحسنتم ننتقل الآن للمثال الثاني في الميناء أحد عشر قاربا إذا غادر ثلاث منها فكم قاربا بقي في الميناء؟ إذن كم لدي يا أبطال من القوارب؟ أحد عشر قاربا أحسنتم إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر الآن يا أبطال لدي أحد عشر قاربا إذا غادر ثلاثا منها إذن نعد تنازليا كم مرة يا أبطال؟ ثلاثة أحسنتم ماذا نكتب في الفراغ الأول؟ نكتب الكل ممتازين والكل عبارة عن أحد عشر وغادر ثلاثا منها إذن نقول ناقص ثلاثة إذن نستبعد ثلاثة من هذه القوارب يا أبطال واحد اثنان ثلاثة كم من ناتج يا أبطال؟ أحسنتم ثمانية إذن أحد عشر ناقص ثلاثة يساوي ثمانية ممتازين ننتقل الآن للتدريب الرابع استعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية عشرة ناقص واحد كم يمثل الكل يا أبطال؟ أحسنتم الكل عبارة عن عشرة إذن نستخدم المكعبات يا أبطال ونعد تنازليا لنجد ناتج الطرح الآن لدي عشرة مكعبات ممتازين ماذا نكتب في الفراغ الأول؟ نكتب الكل أحسنتم والكل عبارة عن عشرة نعد تنازليا مرة واحدة فقط ونستبعد كم مكعب؟ مكعب واحد أحسنتم كم الناتج الآن؟ تسعة أحسنتم إذن عشرة ناقص واحد يساوي تسعة ممتازين ننتقل للتدريب الخامس أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية إثنى عشر ناقص ثلاثة ما هو الكل في هذه الجملة؟ ممتازين الكل عبارة عن إثنى عشر إذن نمثل الكل بالمكعبات ونعد تنازليا لنوجد ناتج الطرح لدي الآن يا أبطال إثنى عشرة مكعبا واحد إثنى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر بماذا نبدأ في الفراغ الأول يا أبطال؟ ممتازين نبدأ بالكل والكل عبارة عن إثنى عشر نعد الآن تنازليا مرة واحدة ونستبعد مكعب واحد أحسنتم كم المتبقي؟ أحد عشر أحسنتم نعد تنازليا للمرة الثانية ونستبعد مكعب ثاني كم المتبقي يا أبطال؟ عشرة أحسنتم نعد تنازليا للمرة الثالثة ونستبعد مكعب ثالث كم المتبقي الآن؟ ممتازين المتبقي تسعة إذن إثنى عشر ناقص ثلاثة يساوي تسعة أحسنتم ننتقل أعزائي الطلاب لسؤال التقويم الأول أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح التالية تسعة ناقص ثلاثة ما هو الكل في هذه الجملة يا أبطال؟ ممتازين الكل عبارة عن تسعة إذن نمثل الكل بالمكعبات ونعد تنازليا لنوجد ناتج الطرح لدي الآن يا أبطال تسعة مكعبات ماذا نكتب في الفراغ الأول؟ ممتازين نبدأ بالكل والكل عبارة عن تسعة أحسنتم والآن نعد تنازليا وفي كل مرة يا أبطال نستبعد مكعب واحد أحسنتم نأتي للفراغ الثاني ونعد تنازليا مرة واحدة ونستبعد مكعب واحد كم المتبقي؟ ثمانية أحسنتم نعد تنازليا مرة ثانية ونستبعد مكعب ثاني كم المتبقي؟ أحسنتم سبعة نعد تنازليا للمرة الثالثة ونستبعد مكعب ثالث كم المتبقي الآن يا أبطال؟ ستة أحسنتم إذن ناتج الجملة تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة ممتازين ننتقل لسؤال التقويم الثاني أستعمل المكعبات وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح لدي جملة الطرح ثمانية ناقص واحد كم يمثل الكل بهذه الجملة يا أبطال؟ ثمانية أحسنتم إذن الكل عبارة عن ثمانية نمثل الكل باستخدام المكعبات ونعد تنازليا ونوجد ناتج الطرح أحسنتم لدي الآن ثمانية مكعبات ماذا نكتبه في الفراغ الأول؟ الكل أحسنتم تعلمنا اليوم عزاء الطلاب إيجاد ناتج الطرح بالعد التنازلي فخطوات الطرح بالعد التنازلي هي كالتالي أبدأ بالعدد الأكبر وهو الكل والخطوة الثانية أعد تنازليا بحسب العدد المطروح من الكل والخطوة الثالثة أكتب الناتج عند عدد آخر رقم تنازليا فمثلا لو كانت لدي جملة تالية ستة ناقص اثنان يساوي أبدأ بالعدد الأكبر وهو الكل ما هو العدد الأكبر؟ ستة أحسنتم أعد تنازليا بحسب العدد المطروح من الكل ما هو العدد المطروح من الكل يا أبطال؟ اثنان إذن الآن نعد تنازليا مرتين لدي هذه المكعبات ستة الآن يا أبطال نعد تنازليا مرتين ونستبعد مكعبين أحسنتم نكتبه في الفراغ الأول الكل ممتازين والفراغ الثاني يا أبطال نعود تنازليا مرة واحدة ونستبعد مكعب واحد كم الآن المكعبات خمسة أحسنتم ونعود تنازليا مرة ثانية ونستبعد مكعب ثاني كم يكون الناتج الآن أربعة أحسنتم إذن ناتج الجملة ستة ناقص اثنان يساوي أربعة إذن نبدأ بالعدد الأكبر نعود تنازليا بحسب العدد المطروح من الكل أكتب الناتج عند عدد آخر رقم تنازليا وآخر رقم هو يا أبطال أربعة ممتازين أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته